أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية تعليق جميع رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وجاء القرار عقب تحذير إسرائيل لطائرة إيرانية عدم دخول المجال الجوي لبيروت واستخدام مطار رفيق الحريري لنقل أسلحة إلى حزب الله وأكد جيش الإسرائيلي استخدام قوة لإحباط محاولات إيران إيصال أسلحة إلى حزب الله عبر مطار بيروت الدولي